اشتباكات قبلية عنيفة في مدينة البصرة العراقية خلال الأيام القليلة الماضية سقطا على إثرها ستة قتلى وعدد من الجرح المدنيين وخلفت أجواء من التوتر والقلق في المحافظة بالفترة الأخيرة وضع أمني متردي من ناحية كثرة التفجيرات والنزاعات العشارية والخطف مما أدى إلى استياء أهالي البصرة من هذه الحالات شيخ العشائر طالبوا الحكومة العراقية بالتدخل الفوري لتهديئة المنطقة ونزع فتيل الأزمة بين المتحاربين بعد نشوب معارك بين عشيرتين استخدموا فيها أسلحة متنوعة منها متوسطة وفوق المتوسطة من ناحيتها أكدت شرطة البصرة سعيها لإصدار أوامر قبض لشيخي قبيلتين اشتبهت في إجعالهما فتيل النزاعات وتسببهما في مقتل وإصابة عدد من المواطنين لا يوجد مواطن عراقي لا يحفظ القانون وأن يعيش بأمن وأمان لأنه عندما أنت تحاول تطبيق القوانين ومتابعة المجرمين والفاسدين مسألة طبيعية هذه مقبولة ومشجعة ومؤيدة من قبل كل المواطنين المواطنون أيدوا محاولات الشرطة لمنع تكرار مثل تلك الاشتباكات عبر نشر قوات أمنية كثيفة في مدينة القرنة شمالية البصرة وشجعوا على احترام القوانين واعتقال الخارجين عنها نضال النعيم العربية